من ألماني اتفضل يا أخونا أبو عمر السلام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته كيف نعرف مادي السنة حياك الله بالبداية في عندي أنا جواب لهذا الشيء في عنا أحاديث وردت صحيحة وردت عن هذا الشيء بس قبل هذا الشيء أنا في عندي لحظة لحظة وين الأحاديث غير تقرأنا شلون نعرف أنه هذا هو المادي أبشر بس أنا بس توضيح بمعتقد أهل السنة والجماعة تجاه أهل البيت ممكن قبل ما أبدأ بجوابي بس تسمح لي أعلق عليك طبعا طبعا أول شيء من قتل الحسين اللهم إني أبرأ إليك منه والله إني أحب الحسين أكثر من نفسك وأكثر من ولدي حتى أن ابني لدي ابنان عمر والحسين هذا أولا ثانيا لا واحدة واحدة خلينا أولا وبعدين ننتقل لأنت قلت لي أسمى أولا أنت تقول أبرأ إلى الله ممن قتل الحسين عليه السلام صح؟ نعم زياد نعم الآن الحسين قتل هناك من أسس لهؤلاء الذين قتلوا الحسين يعني يزيد بن معاوية معاوية الذي جاء به هل تتبرى من معاوية؟ من معاوية لا لكن من يزيد بن معاوية أتبرأ زياد يزيد بن معاوية على يزيد بن معاوية أنا مني أعب أقول لك أنا من أهل السنة والجماعة لعنة الله على يزيد بن معاوية نحن مختلفة عند أهل السنة والجماعة مختلفة منهم من لعن يزيد بن معاوية ومنهم من قال توقف في قوله قال لا من لعنه ولا من ترضى عنه لكن أنا من ناس اللي تلعن يزيد بن معاوية يلعن عبيد الله بن الزياد ويلعن شمر بن زي الجوشة عليهم من الله ما يستحقون قتلوا بضعة النبي صلى الله عليه وسلم أخونا أبو عمر بس لحظة لحظة المشكلة اللي أنا أعتقدها في أخواننا من أمثالكم من السنة إيش هي إنه عندهم خط معين هذا الخط لا يريدون أن يعبروا هذا الخط وعندما نناقشهم يأتون بالعموميات يعني لفظ الصحابة إنه هذا من الصحابة علماً إنه الله تبارك وتعالى ما نزل الصحابة على العموم ينزل الصحابة في كل الآيات بقيد فإنت الآن لما وصلنا إلى الخط لما وصلنا إلى الخط إلى معاوية اللي هو جاء بيزيد ابن معاوية اللي أنت لعنته هو الذي جاء به طيب فما معناه إيش معناه معناه أنت حاسبة السيارة لحظة لحظة يا حظ واعد أنا آسف أنا آسف أنا آسف أنا قلت لك أنا قلت لك يزيد بن معاوية كان يرأس السلطة أنا أبرأ إلى الله منه عبيد الله بن زياد كان مولى على القضاء الذي ذهب إليه الحسين رضي الله عنه أرضاء أنا أبرأ إلى الله منه كل جند كان بمقتلة الحسين وآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم نبرأ إلى الله منه تسمح لي تمام شيخي لا بس خلق بس لحظة بالنسبة لمعاوية بالنسبة لمعاوية طبعا لو تفتح عمل الشيطان لكن لو قدر الله أني كنت في ذلك الزمان والله إني بجيش علي أضرب بسيفه أضرب بسيفه وأقتل ونحري دون نحري بس أنا أزيل بس مداخلة بسيطة الآن يا أخي الآن كيف تجمع بيننا قيضين أنت من هنا تتبرأ من قتلة الحسين عليه السلام ومن هنا تتولى الصحابة وتترضى عنهم تعرف كم عدد الصحابة الذين شاركوا في قتال إمام الحسين عليه السلام أعطيك أسماء وتروح تبحث عنها أو أعطيك المصادر الآن أنت تجمع بيننا قيضين الآن منها تقول رضي الله عنهم أجمعين الصحابة نقلت الدين تاج رؤوسنا ومن هنا تتبرأ منهم ومنهم من شارك في قتل الإمام الحسين عليه السلام مثلا معا بن يزيد السلام الصحابة ما تبرأ منه أنا تجاه الصحابة هاي أول شيء أنا بس حبيت أوضح لك لا حادثة لا لا أخوة يعني الصحابة 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 إذا ثبت عندك أنت تقول أنا أتبرأ من كل جندي شارك في قتال الإمام الحسين عليه السلام الآن إذا ثبت عندك صحابة شارك في قتال أرجوك أرجوك عندك صحابة عندك صحابة خلي تكلم أرجوك أرجوك هي مو غلبة ولا صراع والله أريد أن أصل لك الحقيقة عندك صحابة على سبيل المثال على سبيل المثال الحسين بن نمير السكوني الحسين بن نمير السكوني هذا الرجل كان بدأ أمره من الأنصار وهو سارق تمر الصدقة هذا الرجل ارتحل إلى الشام سكن الشام لما سكن الشام تولى لمعاوية صار قائد من قواد الجيوش لمعاوية بن أبي صفيان ثم صار قائد لجيش الجيش يزيد من معاوية هو أمير الجيش الذي ضرب الكعبة أرجوك أرجوك هدوء أمير الجيش الذي ضرب الكعبة هذا الرجل هذا الرجل يا أخي سأعطيك مجال يكمل السيد الله يحفظه وبعدين الله يرضى إما أن تكون طالب حاق وتسأل عن الحاق وتريد الحاق وإما أن تكون طالب مهاثرات ومقاطعات الآن هذا الحق يا أخي هذا الحق الآن الحسين بن نمير أستكوني في الأخبار الطوال هذا الرجل صحابي يوم عاش وراء لما أراد الإمام الحسين عليه السلام في آخر لحظة من لحظاته وكان أحد أطفاله في حجره صاحب الأخبار الطوال يقول طلب الماء فلما أراد أن يشرب الماء رماه الحسين بن نمير السكوني بسهم فوقع فيه فيه فمنعه من شربه سال الدم وقع في حنك الإمام الحسين عليه السلام هذا صحابي في آخر لحظة والحسين عطشان يرمي الحسين بسهم لقتله الآن أنت كيف تجمع بين النقضين منها تترضى مع الصحابة وتأخذ دينك من الصحابة ومنها تتبرع من قتلة الحسين وتلعنقي يعني الآن خرج نفسك من هذا أنت إما أن تكون مع الحسين وما أن تكون مع الصحابة ما يمكن جمع بين النقضين جمع بين النقضين ما يمكن وروح ابحث تفضل الآن جاوب تفضل طيب أنا بالنسبة إلي لاني إنسان مجادل ولا أنا رجل يضرب بحد السيف أنا يضرب بحد السيف أكرمني الله والحمد لله رب العالمين دخلت في معارك ضد الروافض الحمد لله رب العالمين أنا لا أجادل ولا أناقش ولا أحاور تمام أنا الزلمي أمي على قدي وقلت أهل العراق ما فهمنا الفكرة شنو الفكرة أنه دخلت في معارك ضد الروافض أنا رجل أغار على عرض النبي فلما عرفت أنه الناس الروافض الموجودة في العراق ولا في سوريا تشتم أم المؤمنين عائشة وتشتم أم المؤمنين حفصة غرت على عرضي وضعت مكان أمي أنا تشتم أمي أطالع عينك كيف تشتم أم النبي بس هدو 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 يعني أنت الآن ترى أن الذي يشتم يضرب بالسيف صح الذي يشتم إذا تشتمي إلي الله يسامح الدنيا وآخرة لا يشتم لما يشتم النبي صلى الله عليه وسلم يعني تخيل يا حاج وعد أنا بدي أسألك سؤال لا لا أنا حتى نفى موقف قبل السؤال قبل السؤال اللي يشتم صحابة ويشتم أم المؤمنين زوجة النبي هذا يضرب عنقه هذا يضرب عنقه بهذا وقت نهات ما فنت عليك إيش مغزة سؤالة أنت مو قلت أنه أنت تمسك سيف ومساكت سيف وأنت قتلت شيعة صح الحمد لله رب العالمين كم شيعة قتلت سابقا والله ما أذكر عددهم يعني مثلا مثلا شوف أخواني أنا بس أريد أقول كلمة من أمثال هؤلاء من أمثال هؤلاء هم الذين ذبحوا أولادنا وصدقون أنا ما أعرف ليش نزل لكن خلي أرجع مرة أخرى على الخط إن شاء الله لا يجعلنه الآن لا يجعلنه بالدليل شعوريه الكتب لا يجعلنه يكفر النبي صلى الله عليه وآله بنفسي بس أنا ما أعرف لماذا ترك المايكروفون حجي الآن هل هو حضر حجينا لأنه كلام يحضر هو حضروه هذا شنو اللي يخلى اللي يخلى يقتل الشيعة ويتقرب إلى الله يقول قربتنا الأعلام حجي حتى تعرف الناس شنو دور الأعلام وشنو مقدار الأعلام ولما نقول الأعلام هذا رجل ظل الأعلامية أخونا أبو عمر أبو عمر أريدك أولا أنت حاسب على الكلمات اللي احنا في بث محترم شوف أخونا أنا بصور صورت كيف نزلني يا أخو عمر خليني أناه الذي يسب أم المؤمنين هذا شنو كافر ولا شنو هذا شو قضيته حكمة شنو شوف أنا رح أقول لك اللي يشتم زوج النبي صلى الله عليه وسلم اليوم أنت يا وعد اللامي يوم أنت تشتم أول شي كان أستاذ وعد الآن صار وعد حاف يلا بس أرجوك أنه أستاذ وعد حاج وعد شيء وعد بس أخونا الحبيب أبو عمر أنا أريدك أنت الآن تقول قتلت من الشيعة وقتلت من هذا خليني أتكلم حتى أقلت بس خلي أقول لك شغلة بس خلي أقول لك شغلة أنا رح أن أخشك ونأخشك بكل هدوء بس أنا عندي كلمة أخشى أنا أقول هاي الكلمة بعدين ما تقبل النقاش وياي بس أنا أريد أقولها حتى لو ما تقبل والله شوف أبو عمر أبو عمر شوف التمود يقول قتلت الشيعة والله أول مرة رح أقولها أول مرة رح أقولها والله إذا إياني شخص يعني أي إذا اسمع اسمع أول مرة أنا رح أخرج عن نطاق حياتي كلها والله العظيم أنت لو أمامي إلا تبول جواك أنت لو أمامي إلا تبول جواك والله العظيم أقسم برب الكام خلا خدمة لا صر عسبي لا صر لا صر عسبي لا صر عسبي لا صر عسبي والدليل على ذلك اسمع والدليل على ذلك اسمع لا صر عسبي أنا مو قلت لك شوف وعدتني 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 أنه ما صر عسبي شوف وعدتني وعدتني أنه اسمر 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 حسن ... ولا فتح صورتك حسنًا والآن نريد مصر قيد أ封 Sexual خطر ولوفني لا تفضيل نقطع صورتك شب proyecto يلا حتى اعرضها امام الناس حبيبي ما عندي 1000 متابع افتح كاميرا ما عندي 1000 متابع ما اسمك الحقيقي الحقيقي نعم محمد صادق حسين محمد صادق حسين وين انت الان وين عايش انا موجود الان في دير الزور بعد في دير الزور نزيل اخواني الذي اريد ان اقول ان هؤلاء صبية صبية عندما يتمكنون يفعلون هذا الامر اسمحوا لي اقول هذه الكلمة اول مرة بحياتي اقول هذه الكلمة لكن هذا يستحل يتكلم معي يقول لي استاذ وعد ويحترمني ولكنه يتقرب الى الله تبارك وتعالى بذبح الشيعة هذا لا يمثل السنة للعلم هذا لا يمثل السنة انا اكرر اعتذاري على هذه الكلمة التي صدرت مني لكن هذا لا يمثل السنة هؤلاء السنة بانفسهم عانوا من هؤلاء السنة بانفسهم عانوا من هؤلاء واضح على اي حال نسأل الله ان يخفر لنا ويرحمنا فضل اخونا من المانيا اهلو مساء الخير حياكم الله خدنا مساء الخير والله انا شما ازيت من كلام هذا اللي اتصل من شوي وقال انا بفتخر اقتل الشيعة وبفتخر انه يقتل انسان يعني بكل دم بارد هذا مريض نفسي بغض النظر عن الديانات عن المعتقدات والله نسيت حتى اسم الحلقة هو اسم الحلقة امام المهدي في نظر السنة مو هيك او الشيعة اي نعم حنجد سمعت كلامه اخوات اشمأز جسمي يعني شلون انا بقدر فيني احافظ على اطفالي وفتنا هذول هؤلاء هؤلاء 1700 شاب بعمر الورد ذبحوهم بماء بارد بقلب بارد مستحيل مريضين نفسيين هذول مريضين هذا الكلام مو موضوع الدين او شي هذا شي مو طبيعي هذول صدقني انا لو كنت قاضي او شي اعدام فورا تصفي حقوق الانسان هذا انسان خطير بصراحة انا اسفل لا حقيقة كلامه مؤذي انه يقول انا تقرب الى الله تبارك وتعالى انا ما ادري هذي دير الزور هي تحت السلطة السورية ام تحت السلطة الدولة ماذا عارف يعني هلا انا من زمانتي اوروبا عمري 15 سنة اطفالي اوروبين بس انه عم بفتخر في قتل انسان غريب طيب المهم نرجع الى موضوع حلقتنا ولكن الى الله المشتكى انه هذا الفكر الذي هذا الفكر هو الذي يغذي التطرف ويغذي هذه الافكار اللي تشوفوها على الساحة طيب شكرا لكم اخوة مبارك الله مستحيل انا بدي اقولك كلمة بالنسبة للموضوع الحلقة انا ما بدي اشاركت الموضوع بس انصدمت من هذا الشخص بالنسبة لموضوع الحلقة بالنسبة عن الامام المهدي انا مالي من خلفية متدينة كتير ولكن انا بشوف الامام المهدي هو متل ما بيقولوا في فلسفة الاديان انه في حكمة الهية انه بدا يجي شخص يخلص الناس انه بدا يجي شخص ينشر الحق بعد الضلال اللي صار انا هيك بشوف الامام المهدي انا هيك بشوفو ما بقول انه مو موجود هو مو خرافة هو مو خرافة ابدا هو من صلالة النبي موجود يعني واحد والشمس الشمس الامر امر موجود بس ليش بنكروه بهالطريقة هاي ليش بيهمشوه هذا السؤال وفيه سؤال ثاني كمان كتير حازز في قلبي اخوان سؤال لما كنت طفلة لما كنت طفلة انا كنت مقيمة في احد الدول الخليجية كنا في حصة الديانة الاسلامية نقرأ الاحاديث ابو هريرة ابو هريرة ابو هريرة اوكي بلعناها كأنه هارد النبي ولكن هلأ موضوع عائشة بنعرفه في الصحاح تاريخ عمر بنعرفه عثمان وحقه للمساح هالامور كلها اوكي ما بدي اتشعب بالموضوع كتير لانه الموضوع معقد بس ولكن ابو هريرة لما قرأت عنه شفته ازبل الناس انسان بياكل بس وبعمل اجرته بس مشان انه يشبع بطنه وبعدين عملوه انه هو هارد النبي وناقل كل شيء عن النبي كأنه نايم في حجم النبي يعني ليش عملوه هالشي فيه ليش عطوه حجم اكبر من حجمه انا هذا انا مشانا يتبصلك معكم كتير حاولت اتصل في قنوات شيعية ولكن ما اقدرت الله احضر تعطوني الله يخلي الله يبارك بكم اختنا ان شاء الله تابعي هذه القناة هذه القناة تحاول ان تنشر المحبة ولذلك انا اشهد الله ضايقت من كلام الاخ لانه هو الان يأكل ويشرب ويقول احمد الله تبارك وتعالى احمد الله الله بكرههم هدول الله بكرههم هدول هدول ما اندي مفكر الله بحبهم يعني عائلات الانجليزة انا عشت في بريطانيا من زمان ما يهيب سودم انت صعب جسمي وقف يعني الصوري انه يذبح الناس الابرياء لانه في واحد شتم طب انا جاري شتم انا ليش البسه شوف يعني حتى منهج القرآن كل نفس بما كسبت رهينه ولا تزير وازيرة الوزراء اخرى افرضي افرضي انه سيد ميثم الموسى وحشا قدره شتم يوعد الله مش ودخله هو شتم وهو يتحمل فهو ماذا فعل يقول انا اتقرب الى الله بقتلهم لانه يشتمون طب احنا الان بس نتناهل الكلمة اللي صدرت مني بس نتناهل الكلمة صدرت انا سمعت انا سمعت انا شعب جسمي كلوش ما ازي انا ام ثلاث اطفال زوجي متوفي صار له سنتين يعني كتير مزعوجة من هالكلام هذا من ناسنا شو بدي احتي بس على يحال على يحال يلا هو بدير الزور انا ما اعرف شكرا شكرا اخونا مفضل بس ابو هريرة الله يخليك بدي عارف شوي عنه ان شاء الله رح نفتح موضوع ابو هريرة كامل موضوع كامل عنه تابع البرنامج ورح نفتح حلقات كاملة عن ابيه هريرة ان شاء الله الله يباهي بس هو احساسي في مكانه انه شخص بس ماهو جديد بالاحترام فينا كل احد هالاحترام ماذا يلا علاي حال وقال من لم يحترمه عمر بن الخطاب اتهمه بسرقة امال البحرين وضربه وجلده ان شاء الله ان شاء الله ستسمعين اشياء عن ابيه هريرة لم تسمعيه في قناة اخرى ان شاء الله بس تابعي اعملوا حلقة عن ابو هريرة اخطنا انا نسيت اسئلت تش سنية ولا شعية ما بعرف يا اخي الله يحفظك اخطنا شكرا شكرا الله يحفظك الله يحفظكم رحمة الله على واديكم الله يحفظكم طيب اتفضل اخونا مفضل اتفضل السلام عليكم ورحمة الله